سؤال آخر ما حكم الصلاة على ميت حرقه أهله ميت حرقه أهله مات وهو وفقاً يبدو أنه هو من المسلمين الجلد وعايش بين أهله من غير المسلمين وحرقه وفقاً لمعتقدات القوم وفقاً لما عليه ثقافته طبعاً قبل الدخول في تفصيل نؤكد على ضوء كتابة الوصية لا سيما إذا وجد ما يسوقها مسلم جديد بين قوم غير مسلمين في مجتمعات تجعل الولاية بعد الموت وفق تراتيب معينة تحرم منها جماعة المسلمين فيبغي أن تبادل إلى أن تكتب في وصياتك أن تجهز على وفاق الشريعة وأن تفرح على وفاق الشريعة حتى لا تتعرض لمستهد الموقف البئيس النكد الحرج عياذاً بالنهي من الخزنان الأمر الثاني لا يخفى أن الصلاة على موت المسلمين من فروض الكفايات لا ينبغي أن يوارى ميت مسلم في قبره قبل الصلاة عليه ما أمكن ذلك وإن تعذر صلينا عليه صلاة الغائب وهذا الذي حرقه أهله ما دام هذا الحرق لم يكن بإجازة منه في حياته ولا بوصية منه قبل مماته فلا تبعت عليه هو ما هو مسؤول قد يكون قصر أنه لم يكتب وصية لكن توجد مسؤولية مباشرة عن هذا ونبذل له حقوق الإسلام التي تبذل للمسلمين كافة ومن بينها الصلاة عليه والميسور لا يسقط بالمعسوم إذا أمكننا أهله من رفاته صلينا عليه ودفنناه في مقابل المسلمين إذا لم يمكننا أهله من رفاته صلينا عليه صلاة الغائب بل تحدث أهل العلم أكثر عن تغسيل الغرق والحرق مش فقط الصلاة التغسيل ولهذا ابن قدام يقول والمجدور والمحترق والغريق إذا أمكن غسله غسل وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ولم يمس فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل وييمم إن أمكن كالحي الذي يديه الماء وإن تعذل غسل الميت لعدم الماء يم وإن تعذل غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله وييمم الباقي كالحي سواء والقاعدة في هذا ونظائره فاتقوا الله ما استطعتم وأن الميسور لا يسقط بالمعسور ثم بقيت كلمة أخيرة حتى لو كان قد أوصى بحرقه قبل موته جهالة معصية فإن هذا لا ينقض عقد إسلامه لا يجعله مرتدا معصية تركب المعصية أو تظهر لكن لا تخل أصحابها من الملة ولا يسقط حقه في الصلاة عليه ولكن بغير احتفال أو حضور وجوه الجارية لا بد بسميزون يجبوا يوم الجمعة أمام الناس كون لا والنساء عارفة أنه أوصى بحرقه قبل موته هذا يعمل للناس فتنة لكن يعني يصل عليه قبل دفنه عند المقبرة أو قبيلها ونحو ذلك لكن لا يوارى في لحظه أو في قبره حتى يصل عليه قياما بحقه لا إله إلا الله محمد رسول الله